نبقى على ملف اخر هام ساعات قليلة جدا وتفصلنا عن المباراة نادي الزمالك النهاردة امام نادي سوار الغيني عايز اتكلم معاك عن رؤيتك الفنية وعن التكتلات الدفعية المتوقع يبتدي بيها نادي سوار الغيني النهاردة والطلاصم ده نقدر نفوك ازاي هل عن طريق العرضيات هل عن طريق الكرة السبتة خلينا اول نتكلم على سوار الغيني الفريق تم تأسيسه حديثا يعني حازم ولكن لو جيت تترجم اسمه هتلاقيه الاكاديمية الولمبية الفائقة لأفريقيا هم تلعبوا مسمى اتأسس بمسمى وتم تغيير المسمى ده في 2019 النادي هدفه الاول والاخير هو تصعيد المواهب او صناعة المواهب فبالتالي هو كفريق ما عندوش تاريخ كبير زي نات الزمالك يعني لما تجيب قرنه بالزمالك مش تلاقي عنده حجم القاب سواء افريقية او غيره فبالتالي هنا الكفة بتميل اكبر للزمالك بتاريخه وشعبيته وجماهيره فبالتالي زمالك حظوظه بالتأكيد داخل المباراة حظوظه اكبر من فريق سوار سوار من الفرق اللي بتهدف الى صناعة المواهب اما بنقول اكاديمية او بنقول صناعة مواهب اذا بتتكلم على متوسط اعمار بيتراوح ما بين 20 و23 سنة بالتأكيد لان هو مملوك لرجل اعمال هو هدفه انه هو يشتغل على المواهب الصادة يركز معاهم يبدأ يحترف بعد كده فهو فريق تكوينه اصلا او بيشتغل على الفكرة دي كان عنده مشاركة في دوري الابطال افريقيا في الموسم اللي فتوى يعني مشاركة وحيدة وما توفقش فيها المشاركة المراضي فيها طموحات كبيرة انت لو سمعت او تبعت المؤتمر الصحفي بالتأكيد يعني تبعته ليه المدرب قالك احنا مش جايين عشان نكون ضخايا هو غنده طموحات كبيرة باسس في لعبته روح وحماس كبير ان المباراة قدامي الزمالك هتفرق معاك كتير جدا هتقدروا تصنعوا لنفسك واسماء في عالم كرة القدم الافريقية خاصة ان انت بتلاعب احد قدار القرى فبالتأكيد لما هتلاعب الزمالك وتظهر بشكل كويس انت بتصنع اسم فهو بيحفزهم المنطلق ده ان انت ممكن تكتب تاريخ لنفسك من مباراة 90 دقيقة مع الزمالك فبالتالي هي هنا التاريخ في مواجهة الطموحات ده عنوان مواجهة الصحفي برضو فبيحط لنا عنوان كده للماتش المباراة تاريخ في مواجهة الطموحات بالتأكيد حماس كبير للفريق الغيني الوال موفق في الحياة عمر ربنا يخليك يا حزم فبالتأكيد هو الزمالك هيقابل حماس من الفريق الغيني لكن انا شايف ان لعبت زمالك بخبراتها والتكاتف اللي حاصل في الفترة الاخيرة والتعامل النفسي كمان اللي حاصل مع اللعيبة من كابتن معتمد غير كتير في الفريق خد بالك يا حزم وكابتن معتمد عشان ما نبقاش بنسبة اي حاجة في التجربة وما ينفعش نقوم عليه خالص دلوقتي الرجل عامل اللي عليه في العلامة الكاملة في النتائج ولكن هو من الناحية الفنية هل هو خد وقت كافي انه يشتغل اصلا مع الفريق هو الراجل تعامل نفسيا مع اللعبين بيجهزهم للمباراة وبيدخلهم بشكل نفسي جيد للفوس بالمباراة انت لو في لقطة كانت موجودة في المباراة المواضية هتلاقيه واقف مع القدلاء مع اللعيبة الصغيرة وهو كسبان 2-0 في موقف كوة في موقف كوة الفرق عاملة ماتش كويس والناس فرحانة وجمهور مبسوط في الاستاد والدنيا ماشي زي الفل هو هنا ما تغفلش ان اللعيبة دي هيحتاجها طول الوقت هو محتاج الدكة خد بالك انت وحس ان اللعيبة داون شوية او من داقة شوية فراح شحن اللعيبة طاقة ايجابية وحتى لو مش متضايقين الفكر ان انت تروح لهم في التوقيت ده الله ينور عليك حازم هي دي التوقيت التوقيت كمان اللي بتتكلم فيه مع اللعيب مهم جدا ويفرق معك جتير جدا ان هو انت شفت سامسون عليها علامة استفامات علامة استفام كبيرة جدا على مستوى فموضش برا ما تقدر يصنع الفارق هنا فيه مداري بجهزه نفسيا كويس يعني مأهله ان انت هتنزل تعمل كزا خد بالك فريرا كان بيعمل اوقات كتير ده مع شكبالة يقوله انا هلعبك 35 دقيقة انا عارف ان انت في 35 دقيقة دي هتقدر تديني كل اللي انا محتاجه رغم ان انا عارف ان انت ممكن تلعب 90 دقيقة ويبقى فيه شغل كويس جدا بس انا عايز منك مثلا 35 فكانش كبالة من اللعيبة مثلا مع فريرا اللي بيستمتع بالشغل النفسي والفني لان فيه مدرب هنا واصل لمرحلة ده كابتن الفرقة لازم اعمله نفسيا كويس لازم اتكلم معاه لازم ابقى فيه بيني وما بين اللعيبتي خدت واصل دايما انا مستيبهم بيسرحوا مني ومش عارفيني انا باعمل ايه ترجمة نانسي قنقر